هكذا بدت شوارع محافظة واسط بعد أن أعلنت السلطات المحلية تطبيق حضر مشدد للتجوال فيها المحلات مغلقة بشكل كامل ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية في أحد المحلات الصغيرة حاول هذا الرجل بيع الشاي على المرة والمحلات كما يفعل دائما لكن أغلاق السوق والتجديد الأمنية دفعه إلى أغلاق محله بعد ساعات من مراقبة الشارع خوفاً من الشرطة المحلية تارة وبحثاً عن زبون تارة أخرى السلطات المحلية أكدت أن حضر التجوال المشدد سيستمر إلى إشعار آخر سيما وأن خلية الأزمة في واسط تتوقع زيادة في أعداد الإصابات في المحافظة لأنه نتوقع زيادة كبيرة في أعداد الإصابات الوضاء انتشر بصولة كبيرة سواء في محافظاتنا وبقية المحافظات نتيجة أولى المسح الميداني نحن أجرينا أكثر خلال فترة السابقة أكثر من عشرة آلاف مسحة حضر مشدد للتجوال لمنع انتشار كورونا لكن له وجهه الآخر الأكثر مأساوية إذ إن الضائقة المالية تشتد يوماً بعد يوم والأصوات تتعالى بين المواطنين تطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه الإنسان ما محترم بالعراق الإنسان ما محترم فقط سد المحل مالك وقعد ببيتك وما يعرفش يأكل ما يعكل ما يعرف المسؤول راتب يجي للبيت والمواطن الفقير المسكين منين يجيب الإيجار أو العربان منين يجيب قوتي اليوم ما بين الحفاظ على صحة المواطنين وألزامهم المنزل وبين توفير لقمة العيش لهم تقع الحكومة المحلية في واسط في مأزق حقيقي بانتظار حل فاعل لحماية أصحاب الدخل اليومي من خطر الوباء والفقر المحيط بهم من محافظة واسط حمد الأسدي يو تي في